الحمد لله نحمده ونستأيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مجتمعاتنا اليوم تواجه مشكلات كبيرة فيما يتعلق بتربية الأولاد وما شابها من تخصير وتفريط فنتج عن ذلك انحراف شديد في الشباب والشابات وأقوق الوالدين وقطع الأرحام وازدياد معدل الإجرام من سرقة ونهب وأعمال شغب وقتل وتعاضي المخدرات وغير ذلك من الفساد العريض والتساؤل الذي يطرح نفسه دائما من المسؤول عن هذا كله أهو البيت أم المدرسة أم المجتمع أم المناهج التعليمية أم السلطة السياسية أم أن المسؤول عن هذا كل هؤلاء الإجابة عن ذلك أن جميع هذه المؤسسات لها دور في فساد الحياة التربوية وفي فساد مجتمعاتنا وهذا الفساد ناتج عن الابتعاد عن منهج الإسلام في تربية الأولاد وعدم قيام هذه المؤسسات على فهم المسؤوليات المنوضة بها في مجال التربية والتعليم ثم سعيها الحثيف نحو تبني المناهج الغربية في الحياة اليومية فنتج عن ذلك هذا الفساد العريض الذي نشاهده يتفاقم كل يوم ونرى آثاره في كل مكان وفي كل مشهد من قتل ابن لأبويه أو أحدهما ومن قتل أخ لأخيه أو زميله من نهب وسرقة تقوم على عصابة الشباب تقوم بها عصابة الشباب من مداهمة منازل وسرقتها وإيذاء أهلها وغير ذلك من الأمور التي تحدث في مجتمعاتنا بشكل يومي ومتكرر عباد الله لا نشك أن هذا الأمر الذي يحدث لن يتحسن إلا بعودتنا إلى تعاليم دين الحنيف والأخذ لأصول التربية التي جاء بها القرآن الكريم وفسلها الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم متمثلة في سنته وفي سيرته صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الخطبة سوف نذكر طرفا من هذه الأصول أصول للتربية لأن لها تنفع سامعها وتنير السبيل عباد الله إن القرآن كله في عملية التربية كل القرآن الكريم تربية للفرد والمجتمع في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقد أعطى الأولاد عناية واهتماما بالغا ومن الأصول التي نبه إليها القرآن الكريم أولا الدعاء بالذرية الطيبة قال إبراهيم عليه السلام في دعواته لربه رب هب لي من الصالحين وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وفي عدعية عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فإبراهيم عليه السلام لم يدعو بمجرد الولد مع يأسه وإنما دعا أن يوهب ولدا أن يوهب ولدا صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته فاستجاب الله دعاءه وجعل في ذريته النبوة والكتاب وزكرياء أيضا إنما دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة أي ذرية طاحرة الأخلاق طيبة الآداب لتكتبل النعمة النعمة الدينية والدنيوية فاستجاب الله دعاءه وحباه يحيى الذي جعله زكاة جعله حنانا وزكاة وتقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وكذلك المؤمنون عباد الله عباد الرحمن إنما دعوا ربهم عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم ذرية تعمل بطاعة الله وتعبد الله وحده لا شريك له فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة ثانيا دعاء الوالدين للطفل مذكان حملا كما قالت أم مريم عليه السلام رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك سميع الدعاء فهي تسأل الله عز وجل أن يكون ما في بطنها محررا وخالصا لعبادة الله عز وجل وخدمة بيت المقدس وهكذا ينبقي أن يكون دعاء الوالدين الأب والأم أن يكون لما في حمل الأم أن يكون إنسانا صالحا ينفع به الأمة ينفع الله به الأمة في حياتها الدينية والدنيوية ولهذا الدعاء آثر كبير في صلاح المولود بإذن الله تعالى ثالثا الدعاء للمولود بعد ولادته وهذا نجده أيضا في قصة أم مريم لما ولدت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فاستجاب الله دعاها فينبقي أن يكون الدعاء المولود بعد ولادته بالبركة والصلاح وليس في هذا دعاء مخصوص وردت به السنة بل يدعو بكل ما تيسر له من دعاء صالح رابعا التربية على الأقينة الصحيحة كما في قصة يعقوب مع أبنائه حين حضره الموت أم كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وعلا ونحن له مسلمون وفي وسايا لقمان الحكيم وسايا لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وجاء في التربذي ومسند أحمد من حريث عبد الله بن مسعود عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السعود وهكذا فلتكن التربية تربية للأولاد تربية الأولاد على الأقيلة الصحيحة خامسا تربيتهم على ترسيخ سلتهم بالله عن طريق الصلاة وسائر الأعمال الصالحات قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وقال لقمان الحكيم لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ومما قاله عيسى عليه السلام وهو في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دم تحيا وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأباء فأنيأمروا أبناءهم بالصلاة لسبع ويضربوهن ويضربوهم عليها لعشر كما في حديث عمر بن شعيب أن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد وغيره سادسا تربيتهم على مراقبة الله عز وجل في جميع أحوالهم كما في وسية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكم في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير سابعا تربيتهم على بر الوالدين كما في قوله تعالى في سياق وصايا لقمان الحكيم لابنه ووسينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثامنا تربيتهم على التواضع وحسن الأخلاق مع الآخرين كما في وصايا اللقمان الحكيم لابنه ولا تساعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وابسد في مشيك وابضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبدو قديرا كراني استغفتك الله يلا دعا منك استغفتك النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لا ينسلك عبا صلى الله عليه وسلم وإنسك متفرق سعى قداشن الكيامة يومنا مسلمين كبير يمكسني أيوم منع فسكنتر مظلولي داداما مظلولي ماسيق المنغسكي ينالك تكي من يمن يمظلول لدأ الأمم يوتكي فسكنتر مظل التربية تربية ريارة تربية المتاسة مدنسو دماتنسو واند مجيكا ننجذا ورمو جكاسا ورمو واند ونن يهيفر دلالة تابر بري والتربية أتسين سمالي دا إماتا دا أين إنسابا وإياي دا بجلي مصر داداتي دا ينكي زمنتا دا قارور لي فبكا نساتا دا قعشي دا أيوكا نتاشتا شنغ همكلا دا كشكشي دا برناوى نتكي مياوى كلنا فروا ومارو كلنا سنبير دا بكي وجونم وانيني يكيد دا الحكيم قارور وانا تبر بري والتكو ما باية تربية شن تربية تافار لالا شواتون دا كداني كوكو أمكارنتوني اكي سامو متالر كوكو الأمماتي إتا كنتا دا أيو رايواء اتكي تاكي لو كدا متالر كوكو آأ منها جوزي نكارنتر وامكارنتون مصر كدا متالر دا جزا كوكو آأ شواء غبان نموني نسياسا بابو شنك أنسا تتكي ديري جميل وانا تنبيري إتا كي تكو وانا ركو نايد سنة دا الحكيم وجمكو ماباين تبر بري والتكو ماباين تربية تبر بري والتكو بابو شنك وانا تبر بري والتكو تربية دا بكي تأسا مؤسلي دا جاية مكاني سنة دا جاية تارين الله سبحانه وتعالى تارين تربية تمسلنشي كبار يند الله سبحانه وتعالى يسو كده دا جاية ايني وانا الرقوني سككا سطيا واسفهنشي إلنو يأينا ويأينا ايكي كنسو أبنغران تربية دا كرانتروا سنة دا جاية مكي قوة الرقوني ينا بلان يتبعوا وانا تبعوا النافران اخير يتبعوا السنة دا جاية يتبعوا دا جاية مكي تنة هوا تنة عووا تنة عرف تنة عوضي الانا اخير الزكرة دا جاية يولا يبدأ اشتركوا في القناة ومشاكا وانا الاماري دموكي جيكي دموكي تفزكى تربية با فضا من دي دي تن الاماري با سيموكو مزوال وخوير والدين المسلسي سيمو يلوكو دير تربية الدين المسلسي يلوه ديته وانا القرآن دي سنر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي سيرت سكي بيان تد الله دل تد الله وانا مبدادا تد الله اشتركوا وانا الاماري با سيموكي جيكي تربية تيارا تنك بما أحيث ثنك وانا النامان اولي يدد مسلسي يكو ايطر 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 أولوما تتحيه فعلايك بذات الدين كاولوما تتحيه هكو مسلسي يكو ايطر انانان الامارة الصالحة إتسي جنداد الدنيا الدنيا متاع وخير متائها المرأة الصالح أحدون مكتبا كلا كدام ل لديك الله قدوكيا قونا أساني مددر ديبا بتربية أجنسا فزمنا تربية تأديني إتسي فرق أبل دوبا بعد ان قوي بدان أسمو أجنا جدا وليك إتسي كيرتورة ألا إتسي كيرتك والتربية تو أبدين فرق الله سبحانه وتعالى يانونا من الجيواء جبتما لذيروك ذريا ذيروك آية تو يلوك ذريا وشكي طيبة ذريا وشكي سالحة وشكي بكعوة والنبيه باكوه كركله وقال اللا باكي آية را باكسجنه ودلداء باكما قالوك ذريا طيبة هكذا القرآن يدو يدو النبي إبراهيم عليه السلام شكين أدوه إن سيكي سوى رب هبلي من الصالحي يألا كبان آيانك هكذا القرآن بزكريا كما لوك تنينة إيناتنا حيوى بإسامه لتاشى أدوه إن سوى رب هبلي من لدك ذريا طيبة ألا كبان ذريا وشكي طيبة هكذا قرآن أدوه أربائي ألا برحمة ألا يبام العبارس وعباد الرحمن شكين أدوه إن سنتي وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعلم وجعلنا للمتقين إمامه يا أبا جيكي كبامو دقة آي دقة ما تمو دقة أمو كبامو ذريا تذات فرق تامنا لك كبامو ذريا تذات سامنا فرقك 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 كبامو ذريا تذات رقك كبامو ذريا تذات سامنا فرقك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر 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 قنقر